كامالا هاريس 56 عاما أم هندية أب جامايكي زوج من أصول يهودية كانت المدعي العام لكاليفورنيا على ما أتذكر لمدة 6 سنوات أو هكذا يعني مدة كانت سيناتر كذلك عن الولاية نفسها منذ 2017 الآن أصبحت نائبة لبايدن هذه المقدمات إلى أي من نتائج تؤدي أولا هذا يدل على أن السيدة كامالا هاريس وليس كامالا كامالا اسمها وربما قد يكون الاسم من أصول عربية تكون كاملة أهلها يريدون ربما قد يكون ذلك كامالا هاريس هي فعلا عندها خبرة واسعة وهي تجسد وصول المرأة إلى أعلى مركز حتى الآن وصلت إليه أي امرأة وتجسد أيضا وصول امرأة من أصول أقلية من الأقليات في هذه البلاد هنا هذا أمر هام جدا وعندها خبرة واسعة سواء في مجال القضاء أو في مجال التشريع وأيضا في مجالات عديدة كثيرة وكونها من الأقليات ساعد ذلك كثيرا الرئيس المنتخب بايدن إذ أنها استطاعت أن تحرك له القاعدة من الأقليات وخاصة أقليات ذوي البشر السمراء لكي يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أو يقترعوا بواسطة البريد لذلك زاد عدد الناخبين كثيرا عما حصل في الماضي وهي ستكون نائبة رئيس فاعلة لأن الرئيس بايدن بعد تسلا يتسلم الرئاسة سيعطيها صلاحيات قوية فيها كثير من الأمور قد يكلفها بأمور متعددة بلجان قد ترأس لجان متعددة تعود إلى خبرتها ربما في مجالات القضاء أو أمور أخرى وهي ستلعب دورا هاما في الحياة السياسية الأمريكية المقبلة ولكن المؤسف كونها من ذوي البشر السمراء سمعنا اليوم أحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني يقول ماذا سيحصل في الولايات المتحدة في حال توفي الرئيس بايدن وأصبحت ابنة الهندية رئيسة للولايات المتحدة وقد لاقى ذلك الكثير من الإشمئزاز وردات الفعل السلبية على ذلك هذه أمور غير مقبولة في الولايات المتحدة وهذا دليل والآن عندنا دليل أن في الولايات المتحدة بعد أن وصل الرئيس أوباما إلى رئاسة الدولة بدورتين متتاليتين إن الآن نائبة الرئيس امرأة ومن البشر السوداء هذا أمر جيد جدا للولايات المتحدة لكن هذا الكلام يا سعاد السفير ربما يتردد في الداخل الأمريكي كذلك ليس من باب التمييز أو العنصرية لا لا إنما من باب اللغة الأمريكية الشهيرة أول مرة أو لأول مرة فبالفعل في الداخل الأمريكي هناك من تحدث عن أن بايدن الأعمار بيد الله في نهاية المطاف لكن بايدن لديه 78 عاما والدستور الأمريكي يقول إن النائب هو الذي يكمل الولايات الأولى حتى إشعال الانتخابات هناك كثيرون في الداخل الأمريكي تحدثوا عن أن كامالا هاريس ربما تكون هي أول رئيسة للولايات المتحدة وكذلك ذات بشرة سمراء صحيح الأعمار بيد الله ونعلم أيضا جيدا أن الرئيس كارتر الذي انتهت مدته منذ أربعين عاما ما زال على قيد الحياة حاليا في سن الأربعة والتسعين وهو ما زال نشطا وإن كان أقل نشاطا من قبلك ولكن الأعمار بيد الله قد يحصل هذا كندي كان عمره 48 سنة وقتل يعني كحشاء ممكن أن يحصل ولكن التساؤل ممكن في هذه الحالة ولا مانع في أن تكون أول امرأة وأول امرأة من أقليات سوداء أصبحت رئيسة في الولايات المتحدة أمر يكون جديدا ولكنه لن يكون أمرا سيئا أعتقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر